مرشح هندي يبلغ من العمر 66 عاما متزوج من 39 امرأة لديه 127 من الأبناء والأحفاد بحسب زوجاته هو يعدل أكثر وسامة في القرية نتابع كثيرا ما نسمع مقولة بعض الرجال بأن امرأة واحدة لا تكفي حتى أثبت لنا المرشح في الانتخابات الهندية شانا زيونكا صحة هذه المقولة حيث أنه متزوج من 39 امرأة ورغم أنه تجاوز 65 من العمر إلى أنه يملك أكبر أسرة في العالم عندما قام الفنان الرحل رجدي أباض ببطولة فيلمه الزوجة الثالثة عشرة لم يكن يخطر على باله أن ينافسه على أرض الواقع الهند شانا زيونكا المرشح في الانتخابات وأن يجمع هذا العدد من زوجاته وأبنائه وأحفاده تحت سقف بيت واحد وحسب ما ذكرت الديلميل البريطانية عن المرشح شانا زيونكا زعيم إحدى الطوائف الهندية التي تسمح بعدد غير محدود من الزوجات هذا الرجل أصبح محط جذب للمرشحين في الانتخابات بفضل عائلته الكبيرة مشيرا إلى أن معتقدته الدينية تجيز له زواج بأي عدد أما بالنسبة لعائلته فإنها تعيش جميعها في منزل واحد يتكون من أربعة طوابق ويحتوي على مئة غرفة خصصها لزوجاته لكنه يحتفظ بأصغر زوجاته بالقرب من غرفة نومه أما الأخريات فقد وضع لهن نظاما بحيث تزوره واحدة كل ليلة وفق جدول زمني محدد وتقول إحدى زوجاته عندما نذهب إلى التصويت نعطي جميع أصواتنا نفسها للمرشح أو نفس الحزب وهذا يعني أن المرشح سيحصل على أكثر من مئة وستين صوتا من عائلة واحدة ونتمنى بأن يكون هو الفائز في الانتخابات أحلام العجارمة العربية